تعالوا نبدأ أخبارنا النهاردة زي ما احنا متعودين مع النادي الأهلي بكرا ان شاء الله الفريق عنده مباراة مهمة جدا جدا أمام امبي ده طبعا في الدوري ان شاء الله يعني الدوري احنا حسبناه بشكل كبير لكن أهمية المباراة بتيجي من موسيماني موسيماني عايز يتعرف أكتر على الفريق بالتأكيد عايز يجرب أشكال مختلفة للعب عايز يجرب كمان بعض اللعيبة في بعض المراكز شفنا مباراة المقاولين كان الأداء أكتر من رائع في الشوت الأولاني والشوت الثاني وقدر يكسب مكسب كويس نادي المقاولين ومكسب معنوي طبعا كل ده استعدادة لإقتراب موجهة الوداد طبعا في دوري الأبطال أو نصف النهائي طبعا النهاردة الفريق بيختم استعداداته للمباراة بكرا موسيماني المدير الفني الطبيعي بيقعد مع اللعيبة في محاضرة مطولة من خلال الفيديو وعقد محاضرة يعني المحاضرة دايما بتكون فيها بعض الجوانب الفنية والخططية زي ما اتكلمنا وهو عايز يطبق فكر معين من خلال مباراة الدوري في الفترة اللي جاية عايز كمان يشوف بعض الأخطاء من خلال المباراة عشان يكون على أتم استعداد للمباراة الوداد كان فيه محاضرة فيديو النهاردة قبل التمرين والمحاضرة خدت وقت طويل أثناء التمرين كمان كان فيه بعض التدريبات البدنية وبعض التدريبات الخططية وإن شاء الله هو بيحاول كل دوت موسيماني بيحاول يوصل لأفضل تشكيل وأفضل طريقة إن شاء الله تكون موجودة أمام الوداد المغربي في نصف نهائي البطولة ده مهم ده كلام مهم النهاردة كمان موسيماني يمكن كان بيركز على تدريبات الكرة خلال التمرين اللي أقيم النهاردة موسيماني الحقيقة عمل أكتر من تأسيمه علشان ينفذ بعض الجوانب الفنية والخططية بعد كده عمل تأسيمة بطول الملعب ترايماتش بمشاركة حريسين كان حريس من خلالها على إنه يتحدث يعني كمان أكتر من مرة تحدث مع اللاعبة علشان تصويب الأخطاء ده صحيح عشان ما تتكررش تاني بالزبط هو كمان يعني بيحاول بقدر إمكاني إنه يحط أفكاره ولو في أخطاء على طول تتعالج طب تعالوا نشوف كمان أيمن أشرف أيمن أشرف نجم الدفاع النادي الآية لواحد طبعا من اللعبة الرجالة يعني بيقدي بشكل كويس الجام بيلعب سردباك أو بيلعب باك شمال بيقدي بشكل قوي جدا أيمن أشرف النهاردة بيشارك في التدريبات الجماعية إحنا عارفين إنه خضع أيمن أشرف لفحص طب بخلال قبل انطلاق المران اتأكد من جهازيته وبعد طبعا كان عنده شوية مشاكل في رجله شارك في مباراة طبعا المقولين العرب يعني الأخيرة ولكن زي ما بنقول أيمن أشرف دايما من العناصر مهمة جدا وزي ما بنتكلم إحنا عندنا بعض المشاكل في السردباكات أيمن أشرف بيقوم بالدور ده بشكل كويس كمان بيقدر يلعب باك شمال بشكل كويس فنتمنى إن شاء الله أن أيمن أشرف يكون موجود من خلال اللقاءات الدوري اللي جاية استعدادا إن شاء الله لمباراة الوداء إن شاء الله لسه مع الاستعدادات النهاردة يمكن الأهلي وإمبي وبيتسو مسماني بيعلن قيمة الفريق القيمة بتاعة الأهلي كبتالي محمود دا كهربا حمدي فتحي مروان محسن صالح جمعة وليد سليمان أيمن أشرف علي لطفي حسين الشحات إليو ديانج عمر السلية محمد مجدي أفشا أحمد فتحي جونيور أجاية محمد هاني من الشباب الصعيدين شادي ردوان فرس طارق محمد مغربي عدوا كم واحد من النشئين هيلعب في مباراة بكرة كابتن محمد شكري عربي بدر محمد فخري أحمد طارق ومصطفى شبير طبعا لأن شناوي لسه عندنا خبر خاص بي لكن خمسة من النشئين النهاردة موسماني بيدفع بيهم بقوة في مباراة بكرة إن شاء الله يقدوا أداءا حسنا إن شاء الله يكونوا ليهم دور إن شاء الله في المباراة إن شاء الله يعني طبعا الدفع بالنشئين دا شيء مهم وزي ما بنقول المسلماني يعني الله يكون فعونه عنده كذا ملف لازم يشتغل فيه في وقت واحد بيحضر الفريق بشكل معين لمباراة الوداد كمان بعض اللعيبة الصغيرين الناشئين موجودين في التمرين موجودين كمان في قائمة الفريق ممكن نوارد جدا إن يبص على لعب أو اتنين من خلال مباراة إن شاء الله فكل دي محاور بيشتغل فيها موسماني بشكل جدي جدا والراجل زي ما بقوله هو مصمم وعنده تصميم مهم جدا وإن شاء الله كلنا في ظهره سبورتنجلي اللعيبة حتى من خلال حديثي مع بعض اللعيبة اللعيبة كمان من الأداء موسماني عنده فكر كويس تدريبه منظم بشكل كويس إن شاء الله كل التوفيق لموسماني للانطلاقة جيدة إن شاء الله من خلال نصف نهاية أمام الوداد أحمد الشيخ كمان لعب الفريق عنده جلسة في الجيم يعني النهاردة كان عنده جلسة في الجيم على هامش مران الفريق النهاردة أحمد الشيخ بيكتفي بالتدريبات تأهلية بعد طبعا إنه بيشتكي من إصابة عضلية ويستعد طبعا ويستعد طبعا للمشاركة في المران الجماعي بعد انتهاء إن شاء الله تعافيه بشكل كبير جدا زي ما بنقول كمان إضافة يعني كل مصاب بيخش الخايم إن شاء الله ده بيكون إضافة بيكون كمان option لموسماني إنه حط لعيب حتى لو يعني في الجزء الأخير من المباراة لكن أهم حاجة يكون اللعيب عنده نسبة شفاء 100% أكيد ومن خلالك كمان حتى يمكن النهاردة الناشئين اللي بيطلعوا النهاردة وموسماني بيبدأ يعتمد عليهم بالتدريج ده كمان يعني فكر أفتكر يعني صائب جدا لأن انت بتريح لعبتك الأساسية في مباراة الوداد اللي جاء إن شاء الله ودي حاجة مهمة جدا وبمناسبة بقى الإصابات والتاريخ النهاردة محمد الشنوي حرس الأهلي العملاق الأخطبوت الحقيقة النهاردة كان بيوصل تنفيذ برنامجه العلاجي على هامش مران الفريق الشنوي كان بيقوم بإجراء جلسات علاجية ضمن البرنامج اللي بيقوم بتنفيذه بيجهز مرة تانية للعودة للمشاركة في المران الجماعي الشنوي كان بيشتكي من إصابة بشد في العضلة الضمخ للمشاركته في مباراة المؤولين العرب وبيقوم حاليا زي ما قلنا بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي بيتم تجهيزه إن شاء الله للمرحلة اللي جاية بإذن الله يعني إن شاء الله كل التوفيق طبعا للشنوي بيقدم موسم أكثر من رائع وإن شاء الله بإذن الله يتعافى من إصابته بإصابة شدة في العضلة الضمه إن شاء الله يتعافى بشكل جيد وكمان يشارك في جزء أكيد من مباراة الدور المتوقية استعدادا لمباراة الودانة